مالومة اليوم تتعلق بمدونة السير مرحبا دكتور عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا اذا شنو المالومة تحديدا اللي تتعلق بقانون السير او مدونة السير اليوم ان شاء الله قد نتكلموا على واحد الجنحة اللي بزاف ديال الناس كي كلهم يتعرضوا لها تتقع لهم ما تقصدوا شيء ولكن في ذاك الظروف التي يكونوا فيها تظن بان ذاكوا احسن طريقة اللي ممكن يتصرف بها ولكن هو خطأ نشرح كنتكلم على جنحة الفرار هات جنحة الفرار كيتكلم عليها الفصل 182 مدونة السير جنحة الفرار هي من كتدير واحد الحادثة او كتسبب في واحد الحادثة او لا كتكون انت مسؤول مباشر على هذه الحادثة كتدير انت حادثة وكتحرب كتحرب الهدف ديال الهروب ديالك والتملوس من المسؤولية او كتغير ملامح ديال الحادثة او اخا كتوقف كتحول تنكر المسؤولية ديالك نهائيا تتقول انا ما درتش وماشي انا اللي فعلت الى اخيره ان مش لازم الهروب راح تل انقار وتقول انا ما درتش ارا توا تهرب توا جنحة تواف فرار كيدخول في اطار تكيف القانوني ديالجنحة الفرار اه 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 انا غير مثال هادشة توقعت ممكن ليوقع البعض النساء الاكثرية علاش النساء بالحين كيدلوشي حوادث في الليل وكتكون ساعات متاخرة وككون المكان مظلم وتيخافو اول ما تختارها البال ديالجنح الحادثة مش لازم ضربتش واحد على رجله ولكن ممكن لو تقيت واحد السيارة كنت تغي وقفة وموقفة السيارة ديالها حالة توقيف السيارة وبغى تخرج ولا بغى توقف السيارة وقاست داك السيارات اللي قدامها ولا اللي مراها وسبت لهم أضرار مادية وقبتت طريق ومشات إذن خسرت تكون وعية بإنها سبت ضرار بشكل جريمة لأنك العنصر معنوي اللي هو العلم بما قامت به وبالأضرار التي تسببت فيها إذن من اللي كتعرف رأسها كتشوف التزكعية وكتقول لها دف هاد الليل وفهذا الخطر ما عندي من نوقف ويجي شي واحد يتعدى لي وكتقرب طريق وتزيد خلفها مزيان تاخد هذه الإجراء التدبير كتدبير وقائي أنك يخفش على رسكوها لكن تمشي مباشرة الأقرب قسم دير الشرطة أقرب مخفر دير الشرطة ودريت تصريح دير كلهم في الحال درت واحد سبت واحد ضرار واحد السيارة وممكن لنا أخذ قاعد رقم دلوحة ديرها أو ما نخش رقم دلوحة ديرها دخلات ما كانت مشكلة ما نخش رقم دلوحة ديرها ولكن هافين كاينة وهافين كاينة وهافين كاينة ووافكينة ولا مشيتوا معي نخلي مسؤوليتي من جنحة الفيرانك وترجع مدنية ما تقاش جينائية نفي الشيء بالنسبة لواحد شاب أعطاه الأب ديل السيارة ديله أو الأم أعطته السيارة ديلها وغادي صيق توف واحد ساعة معينة من الليل ربما ساعة متأخرة وما بغاش يقول ابا وما بغاش يقول لأمه وقال هادي شي حاجة بسيطة وزاد خلفها سبب درها لواحد شخص آخر وزاد خلفها أو لو قعت له حديثة معي شي حد وهرب ومشى هاد جونحة تفرار راها خطيرة على هاد الشخص اللي تكون عنده مستقبل ولي تكون شاب ما زال أمامه لحياة ما عنده لاش يوصخ الميل في ديلو بهاد الجونحة هادي وقعت لك حديثة أيضا مع شي واحد وقالك صافي الله يسامح ومشيتي بحالك ولكن هو قيد الرقم ديالك ومبعد أيام جاتك استدعى إذن غسك تتبت بإنها مكانش حالة الفيران بإنها جونحة الفيران مكانش هات استدعى لاني وقفتها نوية وتسمحنا راهت الشخصين تتبتو إذن من خودوا هاد الحتياتات إذا غن تتبتو رخصين دي واحد تصويرها نوية هنصور راسيها نوية هنقول صافي ما كنتم مشكلة حديثة وقعت في السارق الفيراني في سعر الفيرانية في الماكل الفيراني وهالسيارة ديالك وهالسيارة ديالي واش ما كنتم مشكلة ما كنتم مشكلة لأهنك وخلي هاداك التصوير عندك لأنه لم يدير تجهالي كنزل السيارة كتلقى واحد ضريبة عنده وانت واحد ضريبة بسيطة وكتقول الله ينعر الشيطان صافي ما كنتم مشكلة لأهنك بسيط ما كنتم مشكلة لأهنك ما كنتم مشكلة لأهنك سلامة كتب شي بحالك مثل ما كنتم مشكلة لأهنك بحسنية ولقيت بأن تواقلت رجل طيب ولا مرأة طيبة قيدات الرقم ديالك ولا قيد الرقم ديالك ومبعد أيام غا جيك سيد عمال الشرطة مليك جيك سيد عمال الشرطة رها صحيب عليك تقول له ماننا ما كنش حالة تفيرار إذا ما كنش عندك الإثبات رها مين بللكش رادك سيد نزل عليك باطل ولكن رخصك تجيب الإثبات دياله إن هات سيد عوقات لي ضرار ها السيارة ديالي مضروبة أجن شوفوا السيارة دياله ها هي مضروبة أولا مضروبة فيها خدوش أو تم الإصلاح ديالها ها جي تشوفوا السبغارة ماشية ديالي كانت رعا تصبحات ديالها مازال جديدة هاد البلاسة إذا كتبتك وترجع انت في أحد الورطة وكأنك سيئ النية وانتا كنت ريف ظروف اني طيبة معا تسيد وما كانت شي مشكل إذن نردو بلكم خدوا جميع التدابير إذن من لي ما يكونش قاسح بسيارة سير الأقرب مصلحة ديال الشرطة وديرت تصريح ديالك وذلك ساعات ستكون هاني سوف نذكركم بأن هذه اللجونة هذه أنا تعقب عليها القانون فصل 182 مدونة سير بشهر ديال الحبس إلى ستة أشهر والغرامة المالية يمكنها تمشي من ألفين درهم حتى لعلى شرارة درهم ونسألتهم يمكنها تعقد أكثر إلا كانت شي ضروف تشديد أو كانت حالة العودة يعني عود كررنا العملية في واحد المدة وجهزة إذن ما تتخفوش بهذا الشيء هذا والشابب أنا تقول لكم ما تخفوش ندلوشي حاجة بحالكة رأي مش يعيب أي واحد فينك يكون معرض أنه يدير حادثة بحالكة كان ننقف السيارة ديالي فإذا بيرجعت مجهد وقص السيارة عهادي سيمكن لا توقع خديد التدبيد ديالي حاولت نرد باري ولكن كنت خاطئ نخلي الطريقة كيفاش ندير باش ميقاش عندي مشكلة جنحة الفرار كنكون أنا في كنكون مشيتة في مخالفة كنكون في حادي تتسير عندها أضرار مادية اللي كتبقى عندها طابع مدني وكنصبح في جنحة فرار الذي يكتسي طبع طابع الجنائي كتصبح جنحة إن مالي أنا لا هاتش هذا وقافة سيدي عايت المول المحلم والدار يضق عليه ما عارفتيش دير الشهود أنا ضقيت عليه ما كيش رأني ما هاربش ضيخلك هالتليفون ديالي للعساس ضيكت الخير إلا جاء إلا بان يعني ندير دجاء بأنني أنا ما هاربش الله يجزيكم بخير خودوا بعين الاعتبار هاد هاد الإجراءات هذي لإنها مهمة وخاصة أنت أن تقول لكم بعض الشباب ها لي عندهم مستقبلهم القدام وبعض النساء طبعا أنت الرجال كتوقع لهم ولكن بعض النساء تهما كيكونوا كيتلفوا في هاد الوضعيها دي وما كيعرفوا ما يديروا وكي يرجع لهم ذاك شيء في واحد الصفة واحدة أخرى لي كتفاجأ وكالمرة بعدين كتنهار تقول لكم وشانا تنكدب وشانا 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 خودوا هالتدابير الوقائية أهم إذن هي مجموعة دي التدابير الوقائية للمفروض اليوم أي وحدة تعرض الحادثة دي السير أو قام بحادثة دي السير يقوم بها باش ميكونش متابع بجنحة الفرار